موسيقى دوغول قال نجني التمار وهو أن نخرج ورقة أخذ أقرار تطي نفس جديد للجزائر الفرنسية معنا تستمر ولكن تستمر في ثوب جديد خلينا هذه أصبحت مفضوحة للجزائر الفرنسية هيا نواصلوا مشوار باسم الجزائر الجزائرية ليس يطرا ما حملوهاش كي دي ليس يطراها الاخر هنا كانوا متمركزين في الاخر في العاصمة هو ما قال لكو كان يدخل دوغول جيرن وقتله الغلات الاستعماريين كولون كان يومهم يوم عشرة كانوا ينتظروا هيجيهم معنا حضروا روحهم ممليح في كل الشوارع أو أحياء الأوروبية في مدينة الجزائر موسيقى 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 جاوي بروفوكيو في العرب قادهم تدخلوا معنا تولوا معنا وديروا لغريف وضكتو القصرات من تم موسيقى طب وقلبهم واحدة رجلها في الحبس واحدة وليدها في الحبس واحد بابها راهو في الجبل الناس خلاص تنشرت من الحومة لحومة صارت هنا يا منا حبطت لبي الكور ومن بالكور بدأت رايحة قرسالون بي بي الكور الحراج كليما دي فرانس القصبالار هذو كل خرجوا في فرحة عباس في بمبلا أكذا ولا ولا سلوغان تعالى فالان في ذاك الوقت روشاي بوعلام يجيب طرف تعقمش خزار طرف تعالى خر وأي خيط على مثلا عندها سنجر في ذاك الوقت مثلا سنجر يديروا هذو كل خرجوا كل شيء أبدت صرتو صغاريته 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 ديقول فهم بلي الشعب كله ناضي يحب لي استقلال ماشي كما يقولوا كما كانوا يقولوا هما يقول سيدي ربال سيدي فلقاء خمسة وعشرين كاميو تعلى باراليجا معنتها ريجيمون ريجيمون في هذ سبعمية عسكري في الكاميو وقت هذوك بدأوا يتيروا كان ماتوا 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 ماشي غير هنه ماتوا في بوبسيلا ماتوا في ليفيي ماتوا في الحرغاش ماتوا في كنمات فرنس خلينا ليبليسي ما نحضروش على ليبليسي ماتوا ليجاو حبطة من القصبة ابناتنا أولادنا الصغار قبلوا الطنق يضربوا بالحجر اطلاق النار العشوائع المتظاهرين طارتن باسم الميليشيات لأن هذو الغلات الاستعباريين ايضا كانوا مجندينهم وعاطينهم يعني مسلحينهم كل هذيك الأمور وثقت من طرف المراسلين الجزائر العاصمة لأنها مقر للمراسلين عبر الدولية يعني المراسلين الدولين هذو هما نقلوا وصوروا وخلدوا في عشرين ديسمبر تم دراسة القضية هذي وصادقوا على تقرير مصير الجزائر انتصار ديبلوماسي خلت ديقول لم يعد أمامه خيار إلا خيار التفاوض 11 ديسمبر سيلي دوزيام سينكونتكات طلعوا المعنويات انتاعنا وانتاع لي كانوا في الجبل وقدر طلعونا المعنويات انتاعنا اسماتي لي فرحناك هو استفتاء عالني أمام العالم كله بأن الطورة بشعبها قوية ومنتصرة ترجمة نانسي قنقر